اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات أيمن عشور ورؤساء الجامعات الحكومية مع وفد من مؤسسة حياة كريمة وذلك استمرارا لتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وقدمت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر عرضا تقديميا شميلة مشاركة الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعتها بالتنصيق مع الجامعات كما تم استعراض المشاركة الطلابية في العمل التطوعي في حياة كريمة ودمجهم في تنفيذ المشروعات وذلك بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب